عنف ودمار شهدته بروكسل في اعقاب مباراة المدخبين المغربي والبلجيكي برسم منافسة كأس العالم دقائق فقط بعد اطلاق صفيرة النهاية في الدوحة كانت كافية لاندلاع مواجهات عنف بين المشجعين والشرطة البلجيكية والنتيجة ما تشاهدون المواجهات لم تتوقف عند حرق السيارات والاعتداء على الممتلكات التجارية والبرافق العامة بل امتدت الى مهاجمة رجال الامن لتجأ الشرطة بعدها الى تفريق المشجعين الذين تسببوا في دمر كبير وسط المدينة باستعمال حراتيم المياه والغاز المسيل للدموع ادين باشد العبارات الاحداث التي وقعت بعد ظهر هذا اليوم لقد تدخلت الشرطة بالفعل بحزم لذلك انصحوا بعدم قدوم المشجعين الى وسط البدينة الشرطة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على النظام العام لقد امرت الشرطة باعتقال مثيري الشغب وقالت الشرطة انه جرى استخدام مفرقعات والقاء مقدوفات فيما تسلح البعض بعصي واضرم اخر حريقا في طريق العام وخربوا اشارات مرور الامر الذي اضر بسلامة العامة اعمال العنف لم تقتصر على بلجيك فقط فقبر المدن الهولندية التي تشهد تمركزا معتبرا للجالية المغربية شهدت هي الاخرى مواجهات بين المشجعين والشرطة وتجمع في روتردام نحو خمسمائة شخص في وسط المدينة وكذلك في لاهاي وأمستردام وأوتريخت حسب ما ذكرت الشرطة شكرا